تفقد وزير الصحة شيخ الدكتور باصل الصباح ووكيل الوزارة الدكتور مصطفى رضا عددا من المستشفيات والمراكز الصحية للأطمئنان على سير العمل واجتمع الدكتور الصباح مع القياديين بالوزارة لإعطاء التوجيهات للتعامل مع أحوال الطقس واستعدادات المستشفيات لاستقبال الحالات الطارئة من جانبها أعلن بنك الدم أنه تم تفعيل خطط الطوارئ وأن الاتصالات جارية مع المستشفيات لتلبية الحاجة للدم بمختلف الفصائل مؤكدا أن مخزون الدم متوفر بمستوى جيد